اكتفى القادة الأوروبيون بتصريحات احتجاجية على فضيحة تنصة الاستغبارات الأمريكية على مسؤولين ورؤساء أوروبيين دون اتخاذ أي إجراء انتقامي ضد الولايات المتحدة فيما قررت كل من البرازيل وألمانيا إعداد قرار في الأمم المتحدة حول حماية الحريات الفردية بعض الخبراء رأى أن المسعى الفرنسي الألماني لإبرام اتفاق مع الأمريكيين بعدم التجسس غير وقعي لست متأكدا من مدى وقعية إمكانية جلوس الولايات المتحدة حول طاولة مفاوضات مع فرنسا وألمانيا وآخرين بهدف مناقشة الحد من عمل استغباراتهم عندما يأتي الأمر للتعامل مع الصين أو بيع المنتجات ذات القيمة العالية لآخرين حول العالم فأنت لست صديقا بل منافسا في المقابل أكدت الخارجية الأمريكية أن المزاعم بالتجسس تمثل لحظة توطر مع حلفاء الولايات المتحدة مشيرة إلى نية أمريكا الاستمرار في أنشطة المراقبة الرئيس وجه الحكومة لمراجعة أنشطة المراقبة المتعلقة بشركائنا الأجانب نريد التأكد بأن جمعنا للمعلومات نابع من حاجتنا وليس من قدرتنا بالطبع سنستمر في جمع المعلومات فنحن في حاجة إلى الحفاظ على أمننا وأمن حلفائنا ومن المتوقع قريبا زيارة وفد من كبار مسؤول المخابرات الألمانية إلى واشنطن للحصول على إجابات بشأن فضيحة التجسس ترجمة نانسي قنقر